طيب أحمد في ناس كتيرة بتتعامل بالذات في مثلا في مصر والدول شمال أفريقيا ودول مختلفة بتتعامل في موضوع الجمعيات بالذات عشان ان هو مش عايز يتعامل مع البنوك أو يعني المؤسسات الكبيرة البنكية أو كده بسبب موضوع الانترست أو الفوايد أو كده فدايما بيتجهوا لموضوع الجمعيات هل انتوا يعني حرستوا ان انتوا مثلا تبقوا في موني فالو شريعة كومبلاينت او ان هو بتحولوا اللي انتوا تستقطبوا الناس دي برضو في موني فالو الفكرة ان الكونسبت الجمعية بقى له 500 سنة واما البنكينج والكراديت سكورينج كل حاجات دي كانت انترديوست يعني او طلعت في الماركت لسه الموضوع ده ما ماتش يعني الناس ما بطلتش جمعية لا بالعكس الماركت ده بيكبر فتخيل بقى الجمعية بصعوبتها الناس بتروح لها عشان هو بديل اسهل وارخص واسرع وشريعة كومبلاينت ده في الوفلاين فاحنا سهلنا كمان فوردر الموضل ده فطبعا لازم كنا نتأكد ان الجابس او النيتز اللي الناس بتدور عليها versus البنوك او الابشنز التانية متوافقة مع الانلاين فرج من ضمنها الشريعة كومبلاينت احنا من دي وان من اول يوم معانا زي محقق شرعي اي برودكت بنحاول نطلع به بندرسه انتو انت عشان طبعا الناس من بره اما بتشوف الموضل ممكن تلاقي يقرر لوحده اه مدام فيه مصاريف يبدي اسمها فايدة يبدأ نون شريعة كومبلاينت فاحنا حتى لدرجة رحنا لدار الافتة ودار الافتة ادونا فتوى اه ليماني فالوس ممكن يلاقوها اما يكلموا دار الافتة اما على الويب سايت بتاعهم مختومة ليماني فالوس ده غير المدقق الشرعي اللي هو بيريفيو او بيبص على اي منتج جديد عايزين نطلعه بيتأكد ان المنتج ده متوافق مع الشريعة وزايد ان احنا من الماركتس اللي احنا بنبص عليها وعايزين نكسباند لها هي السعودية فالسعودية من يعني حتى لو معادتش ليجل ركوايرمنت او حاجة قانونية محتاجين عشان ناخد ترخيص بقى معظم العملة اللي هنقبع بين تارجيتهم هيقبع مهتمين بالجزئية دي فاحنا دايما بنقبع حاطين يعني في اعتبارنا ان اي منتج جديد بنزله بناخد عليه زي حتى لو مش مختومة من دار الافتة في كل منتج بنتأكد بس انه طبعا مش كل حاجة بتبدأ شريعة كومبلاينت ممكن نطلع بمنتج يقعد فترة بعدها بقى نغير الطريقة اللي بنخسم بندفع الانتو انت سايكل اللي في الظهر اللي الناس يمكن مش شايفاه ده برضو محتاج يتغير كتير بحيس المنظومة كلها تبقى شريعة كومبلاينت بس دي حاجة احنا بنشتغل عليها على طول يعني طيب ايه يعني زي بقوله ايه واتس ناكست او ايه المرحلة الجاية اللي انت شايفها المرحلة الجاية ان احنا نستخدم الانجين اللي احنا بنناه يعني انا طول عمري حتى الموضل كنت بقولك بنبني مكنة فهم ايه المكنة دي ممكن تعمل يوس كيس كتير زي الابجيك تراكينج ده ممكن تعمل بيه جيم ممكن تعمل نفس الحاجة عايزين نستخدم الانجين اللي احنا بنناه اللي هو كأنه بانكينج سيستم جديد باست على كوميونيتي سيفنجز ولندن مش بقى كوريدور وفويد وتستلف مية في المية اللي بتسلفه ففيه كوستوف كاب مفيش انجين مختلف مبني على فكرة التضامنية دي فبالانجين ده نقدر نعمل كل الخدمات المالية من اول حاجات اللي هي علاقة بالاكراد حاجات اللي هي علاقة بالاستثمار والسيفنج حاجات زي مثلا باينة وبيليتر ممكن نعمله من خلال الجماعية يدخل دور اول نربطه بمرشنت الميرشنت يديره البضاعة او البرودكت واحنا نستل للميرشنت واليوزر يدفع لنا كل شهر فدي كأنها باينة وبيليتر بس معامولها بالجماعية والفايدة من دي ان هي بتقبع ارخص بكتير عشان احنا منطرش نستلف كل اللي بنسلفه ففيه كوست كده اللي هو ثمن الاقتراد عشان تعيد فاهم قصدي تدويره فبتحط عليها مارجن فبالتالي بتزود الكوست على العميد احنا في الموديل ده هو مقفول هو اليوزر اللي بتفند بعض فمافيش كوست كبير او فاهم قصدي فنقدر نعمل نفس اليوزر ده ارخص بكتير ومور كونفينينت ومور سوشي مور ترانسبيرنت فاهم شافافية اكتر الناس عارفة الفلوس جاي منين ورايحة فين وفهم وشريعة كومبلاينت ازول فورده في نفس الكلام استثمار سيفنج هننزل كارت فاحنا بنحاول نتوسع في الخدمات اللي نعملها بحيث نقدر نوفر للعميل خدمات واسعة او متكاملة من ناحية ان اي حد يقدر يوصل لاهدافه المالية سواء كان يقترد يحوش يخطط ليسرف كله هيقبل مفروض ده على البلان والبلان التاني ان احنا نكسباند ونتوسع برا مصر كمان ان شاء الله